اشتركوا في القناة كنا بنقول ان النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين بتساوي النسبة بين اي ضلعين متناظرين فيهم يعني كنا بنقولوا مثلا ان محيط واحد على محيط اتنين بيساوي ضلع المضلع واحد او ضلع على المضلع اتنين وكنا بنجيب العلاقة ديت وكنا مثلا لو قال لي ان النسبة بين الضلعين اثنين لثلاثة وقال لي اوجد النسبة بين المحيطين كنت بقال له برضو اثنين الى ثلاثة اما النهاردة هناخد العلاقة بين مساحتين مضلعين متشابهين في علاقة النهاردة بيقول لي ان النسبة بين مساحتين مضلعين متشابهين بتسوي مربع النسبة بين اي ضلعين متناظرين يبقى احنا كنا الاول بنقولوا النسبة بين المحيطين بتسوي النسبة بين الضلعين اما النهاردة بيقولي النسبة بين مساحتين بتساوي مربع النسبة بين اي ضلعين يعني لو جيت بصيت معايا وبيقولي النسبة بين الضلعين 4 الى 5 يبقى النسبة بين مساحتين ايه احنا قلنا هتساوي مربع الضلعين يعني ربع الاول يبقى 16 ربع التاني يبقى 25 تما ممكن يجيبها لي بطريقة تانية ويقولي يجيب لي النسبة بين مساحتين وعاوز النسبة بين الضلعين يعني هنا عاطيني النسبة بين مساحتين 4 الى 3 يبقى النسبة ايه بين الضلعين ايه ما هي النسبة بالمساحتين مربع النسبة بين الضلعين يعني النسبة بين الضلعين ناخده الجزر بتاع النسبة بين المساحتين ناخده الجزر الاربعة يبقى اتنين ناخده الجزر التسعة يبقى تلاتة ودي الفكرة اللي قايمة عليها مسائل الترس كله اللي هي ممكن يجيب للنسبة بين الضلعين فاجيب المربع واجيب النسبة بالمساحتين او اجيني النسبة بين المساحتين وانا اجيب الجزر عشان اجيب النسبة بين الضلعين. يبقى كني بقوله ان المساحة على المساحة بتساوي ضلع على ضلعي بس ايه? تربية. دعالوا ناخدوا امثلة. المثال الاول بيقول لي ازا كانت النسبة بين مساحتين مضلعين متشابهين اربعة الى خمس فان النسبة بين محيطها احنا قلنا اللي احنا هنجيبه الجزر للنسبة اللي هو عطها لي. طيب جزر الى اربعة كام اتنين. جزر الخمسة ملهاش جزر هنزلها زي ما هي جزر الخمس. يبقى هو كده ما يجيني النسبة بين المساحتين وعايز النسبة بين محيطهم هجيب الجزر له. او لو جعطاني النسبة بين المحيطين وعايز النسبة بين المساحتين هربع النسبة بتاعت المحيطي. أكني عندي النسبة بين ضلعين بالزب. تاني مثال بيقولي إذا كان المسلس ألف بهجيم يشابه المسلس سين صادعين وكان ألف به على سين صاد يساوي طلد يبقى دي أكني الضلعين اللي هو جابهم لي النسبة بينه. فعاوز أول حاجة المساحة ألف المسلس ألف بهجيم على مساحة المسلس سين صادعين. إحنا قلنا للمساحة بتساوي النسبة بين الضلعين تربيئة. بس مربعة يعني هو عطيني ألف به على سين صاد بتلت هربح يعني هتساوي تلت تربيئة يبقى هتساوي واحد على تسعة تاني جزئية في السؤال بيقولي طيب أنا عايز النسبة بين المحيطين للأضلاع احنا قلنا من تشابه المضلعات وتشابه المسلسات ان النسبة بين المحيطين بتساوي النسبة بين الأضلاع يعني هنا وعطين النسبة بين الأضلاع تلت يبقى هي هي تلت أما النسبة بين المساحة والأضلع يبقى هنربع الأضلع تعالوا ناخدوا المسال الثالث المسال الثالث بيقول لي إذا كان المسلس ألف به جيم يشابه المسلس سينسا دعين وكان ألف به بيساوي خمسة سينسا فإن مساحة المسلس سينسا دعين على مساحة المسلس ألف به جيم بتساوي إيه إحنا عرفنا أن النسبة بين المساحتين بيساوي مربع النسبة بين الدلعين يعني انا عايز اجيب الاول دلعين يعني المفروض اللي هخلي سين صاد على الف ب تربية طب يا مستر انت لئي بدأت بسين صاد ما هو عطيني هنا العلاقة بين النسبة ايه او العلاقة بين الدلعين يعني انا عايز اجيب من هنا السين صاد على ال الف ب يعني ده لو راح هنا سمنا على الف ب يبقى الخامسة هترجع مكان ال الف ب يعني هتساوي واحد على خمسة ما انا فيه واحد اللي هو معامل ال الف ب يبقى انا كده جبت النسين صاد على ال الف ب بتساوي خمس فان المساحتين يبقى انا كده اربع النسبة يعني هتساوي واحد على خمسة تربيئة يعني واحد على خمسة وعشرين يبقى هو اخن الفكرة عندي اللي انا اقدر اجيب من العلاقة دي النسبة بين الدلعين تاني تاني سؤال بيقول لي مضلعان متشابهان النسبة بين طولاي دلعين متنظرين فيها 3 الى 4 وكانت مساحة المضلع الاصغر 135 فانها مساحة المضلع الاكبر كان تم انا عندي النسبة بين دلعين اللي هي 3 الى 4 تم اجيب النسبة بين المساحتين النسبة بين المساحتين احنا قلنا بالربعة يعني كده التلاتة تربيع بتسعة والاربعة تربيع بستاشر طب يا مستر انا جبت النسبة للمساحتين اعمل ايه ما هو عايق اعطين مساحة المضلع الاصغر فعايز مساحة المضلع الاكبر تم انا عارف ان النسبة بين المساحتين يعني مساحة الاصغر على مساحة الاكبر هتساوي النسبة اللي هي 9 على 16 طب ليه حطيت التسعة فوق مستر ما هي الصغير قدامه التسعة والكبير اللي هو الستاشر طب انا عندي مساحة الاصغر بكام هو عطهالي بمية خمسة وتلاتين ومساحة الاكبر دي اللي هو عايزها يعني اللي هو النفرد اللي هي سين يعني هندرب سين في تسعة بتساوي كام 16 في مية خمسة وتلاتين يعني سين هتساوي 16 في مية خمسة وتلاتين على كام على التسعة يعني المساحة الكبيرة هتطلع بكام بمتين واربعين يبقى هو كتر الفكرة عندي هنا اللي انا اقدر اجيب بين النسبة بين الدلعين النسبة بين المساحتين وبعد كده اقدر اجيب منهم متغير واحد اللي هو مساحة الاقبر تعالوا ناخده المثال الخامس المثال الخامساي اذا كانت النسبة بين مساحتين متشابهين هي 4 إلى 9 وكان محيط المثلث الأكبر 90 اوجد المحيط المثلث الأصغر يبقى هو كده عندي النسبة بين المساحتين وهو عطه لي بكام ب4 إلى 9 طبعا أنا يا مصدر عايز أجيب النسبة بين المحيطين المحيطين يبقى لازم أجيب الجزر طب الجزر لل4 إلى 2 وجزر التسعة 3 يبقى أنا كده جيبت النسبة بين المحيطين تم أنا بردو زي المساحت اللي خات أقدر أعمل إن المحيط الأصغر على محيط الأكبر يساوي النسبة اللي أنا جبتها النسبة اللي هي 2 على 3 تم هو يا مصدر عايز محيط المثلث الأصغر يعني هنفرض اللي هو السين مسأل ومحيط المثلث الأكبر هو عطه لي بكام؟ ب90 بيساوي النسبة اللي أنا لسه جایبها 2 على 3 يعني محيط المثلث الأصغر هيساوي إيه؟ هيساوي اتنين في تسعين على كام على التلات يعني هيساوي كام يا مستر هيساوي ستين سنتي يبقى انا كده قدرت اجيب له محيط المثلث الاصغر بعد ما جبت له النسبة بين المحيطين وقسمتهم على بعض فبقى عندي برضو متغير واحد في اي من المحيطين الكبير او الصغير وقدرت اجيبهم له من النسبة تعالوا ناخدوا المثال السادس بيقول لي المضلعين متشابهين النسبة بين محيطهما تلاتة الى اتنين ومجموع مساحتهما مية وتلاتين سنتي اوجد مساحة كل منهم هو ما اعطنش مساحة واحد فيهم وقال لي اوجدت تاني هو عاوز المساحتين انا اللي اوجدهم له جايب لي المجموع بتاعهم تم انا عارف ان النسبة بين المحيطين هو اعطهم لي بتلاتة الى اتنين يبقى النسبة بين المساحتين ايه مستر ربعة يعني 9 إلى 4 تمنا يا مستر احنا عرفنا لو عندي ألف على بيه بتساوي 5 على 4 ما قدرش اقول اللي الألف بتساوي 5 أو البيه بتساوي 4 فقدت بقول ان نسبة بتساويها الألف على البيه يعني ممكن اقول ان الألف بتساوي 5 فيه متغير مثلا أو اللي هو مثلا كاف وبرضو البيه بتساوي 4 ونفترض برضو اللي هو كاف بس ما قدرش اقول ان الألف بتساوي 5 لوحدة أو البيه بتساوي 4 يعني هنا ممكن اقدر اقول ان انا عندي النسبة بالمساحتين اللي هي بتساوي مساحة الأخبر اللي هو العدد الكبير هنفرض مثلا اللي هي بتساوي 9 في مين مثلا ومساحة الأصغر اللي هي 4 في مين تم هو يا مستر عايز مجموحهم مجموحهم يعني هجمحهم على بعد يعني 9 ميم و4 ميم يعني بتساوي 13 ميم 13 ميم هو اللي بيساوي كام 130 سنت يعني انا كده 13 ميم بتساوي 130 يعني الميم هتطلع بعشرة يبقى انا كده قدرت اجيب مساحة الأخبر اللي انا هضرب التسعة في قيمة الميم اللي هي اللي انا قدرت اجيبها بعشرة يعني هتبقى التسعين ومساحة الصغير هضرب الاربعة في الميم اللي هي بعشرة يعني هتساوي 40 سنت يبقى انا الفكرة عندي اللي انا جبت النسبة بين المساحتين بس حطيت سابت عشان النسبة ما بتسويش القيم الأساسية وبعد كده قدرت اجيب قيمة السابت اللي جانب النسبة وعوضت به فجبت مساحة القبير ومساحة الصغير تعالوا نغدوا فكرة برضو زي المساعل ده نفس الفكرة اللي احنا لسه حلنها بس المرة دي جايب لي الفرق بين المساحتين أما المرة اللي فاتت كان جايب لي المجموعة بيقول لي مضلعين متشابهين النسبة بين ضلعين واحد الى ثلاثة يعني برضو هقول له ان النسبة بين الضلعين هي كامعة وعطاليب واحد الى ثلاثة فقدر اجيد منها النسبة بين المساحتين اللي انا اربع الواحد تربيع بواحد والثلاثة تربيع بتسعة فهو عايز الفرق بين مساحتهما أربعين اوجد مساحة كلها منهم يبقى برضو اقدر احط هنا سابت وليفرد اللي هو كاف واقدر اقول له ان مساحة السلاثة الى الصغر اللي هو الصغير بتساوي واحد كاف ومساحة الكبير تسعة كاف وبيقول لي الفرق بينهم أربعين يعني تسعة كاف ناقص واحد كاف بتساوي أربعين يعني تمانية كاف بيساوي أربعين تمانا كده اقدر اجيب كيمة الكاف لو قسمنا على التمانية هنا فيها الواحد على التمانية فيها الخمس يعني الكاف بتساوي خمس تمانا كده مستر خلاص أن كده اعتبر حلية المسألة اللي نقدر اجيب مساحة الاصغر اللي هو بيساوي واحد في كاف احنا جبناه بخمس Sachر يعني بخمس ومساحة الأقبر اللي هو تسعة في كاف والكاف بخمسة يعني بيساوي أربعين سنتي يبقى هو كده الفكرة عندي اللي انا اقدر اجيب كيمة السابت اللي جنب النسبة بتاعة المساحة او المحيط واعود فيها وبعد كده اجيب له المطلوب كده خلصنا الامثال على درس النهاردة فاضل اربع ملاحظات تعالوا ناخدوهم مع بعض الملحوظة الاولى بيقول النسبة بين مساحتين مسلسين متشابهين بتساوي مربع النسبة بين طولة ارتفاع عين متناظرين فيهم يعني انا لو عندي مسلسين مثلا سين صاد عين ومسلس تاني الف به جيم ودوة تال مثلا وده لا يبقى النسبة بين المساحتين بتساوي النسبة بين الارتفاعين بس تربية الارتفاع بيبقى عمودي على القاعدة يعني اقدر اقول له ان مساحة على مساحة بتساوي ارتفاع على ارتفاع بس تربية الملحوظة التانية تعتبر شبه الملحوظة الاولى بيقول النسبة بين مساحتين مسلسين متشابهين يساوي مربع النسبة بين طولة متوسطين متناظرين فيهم فيهم تبقية مثلا الفرق بين المتوسط والارتفاع الارتفاع بيبقى عمودي على القاعدة اما المتوسط ما بيبقاش عمودي بينصف القاعدة بس يعني نفسي اعتبر هي هي فكرة الملحوظة الاولى يعني ممكن اقول مساحة على مساحة بيساوي ارتفاع على ارتفاع تربية او متوسط على برضو متوسط تربية وبرضو نعرف ان الفرق بين الارتفاع والمتوسط اللي الارتفاع بيبقى عمودي على القاعدة اما المتوسط بينصف القاعدة بس تالت ملحوظة بيقولي ان النسبة بين مساحتي مسلسين مشتركين في القاعدة يساوي النسبة بين طول ارتفاعهم يعني لو عندي مسلسين مشتركين في القاعدة هيبقى بيساوي النسبة بين طول لا يرتفاعهم طب يا مصر ملحوظة الرابعة بيقولي ان النسبة بين المساحتين مشتركين في الارتفاع يساوي النسبة بين طول قاعدتهم يبقى هو التالتة والربعة يعتبروا عكس بعض يعني لو اعطالي النسبة بين مساحتين مشتركين في قاعدة هيساوي النسبة بين الارتفاع اما لو اعطالي المساحتين مشتركين في الارتفاع بيساوي النسبة بين طول قاعدتين يعني اقدر اقول له ان مساحة على مساحة بتساوي ارتفاع على ارتفائعة وبرضو مساحة على مساحة نقدر نقول اللي هي بتساوي ايه قاعدة على قاعدة ودي اتنقدر نشتغل بيها في اي مسلسين اللي هو اصلا عندي المسلسين المساحة بتساوي نص قاعدة في الارتفائع يعني لو عندي قاعدة مشتركين في الاتنين هيبقى الارتفاع برضو سابق. والعكس لو عندي الارتفاع هيبقى القاعدة برضو سابق. يبقى هو كده عندي النسبة بين مساحتين مسلسين لو مشتركين في القاعدة يساوي النسبة بين الارتفاع. اما لو مشتركين في الارتفاع هيساوي النسبة بين القاعدة. وبكده خلصنا درس النهاردة. اتمنى يا رب اللي كونوا استفدتوا. واللي احتاج حاجة يقدر يبعاتلي على صفحتي على الفيسبوك او يكتب لي في التعليقات على الفيديو. ترجمة نانسي قنقر